لو وضعت رواية ما فيها منقذة ولا فيها استنقاص لكن فيها تشريع شيء لم يشرح عادة لا يأتي برواية عادة عادة التشريع لا يأتي برواية واحدة بل ورد بطرق كثيرة مثل شنو يعني أنا أقول لك لو في حديث الآن واحد يقول لك لو أن البخاري كذب عليكم واعتمدتم سنده لو أن البخاري كذب أنت جاي تقول لي كل لو لو ما يصير مناقشة باللو أنت دينك الآن من صحيح مسلم من نيسابوري وهذا جاء بعد نبيك بثلاثمائة سنة وأنت اعتمدت سنده هذا لا شاف الصحابة التابعين ما شاف ما لاحق بهم شون اعتمدت سنده يجوز الناس كذبوا عليه هذا حديث ليس عن النبي لأن ما عندك سند متصل أنا أعتمدت طبعا بالمناسبة أنتم ما عندكم سند متصل هذه الكذبة تقولونها على الشيعة أنتم ما عندكم راح تقول لي كيف يعني أنت الآن تروح تقرر رواية يضحكون عليك في صحيح البخاري أو مسلم عن قتادة عن مقاهد عن قتادة عن مقاهد عن أيوب عن عكرمة عن أبو موسى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يعتبر سند متصل لأن أنت عندك ثلاثمائة سنة اللي يدون الحديث يضربونه بالقزمة على رأسه صح لو أنا غلطان صحيح بل أن النبي قال لا تدونوا حديث عني نبيك وأبو بكر كان وين نشوف حديثي حرقة ولذلك حرق حرق خمسمائة حديث فثلاثمائة سنة ما عندك أحاديث شلون بعد الثلاثمائة سنة تأكدت من الأحاديث هذه المصيبة عندك مو عندي فما يصر تناقشني لو 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 وضح طب أنا أجاوبك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحرقة بأن ما نكتب عندنا حديث صح أو لا أبجاوبك على هذا لا لا كمل على اللو لو خلصنا لو لو طب أنت قاعدت تقولي أنت جاوبتني على لو لو هذه أنت جاوبتني عليها أنك تقولي لو أن في حديث كذب صحيح مسلم مو كل لو لو صح أو لا حديث وأنا راح أقولك بي شيء لو لا أنت ما يصد كل لو 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 اسمعني اسمعني أنت الآن صحيح مسلم ما يمكن أنا أقولك ما يمكن أن في حديث واحد كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عندك طب أنا أعلمك ليش طب أنا أعلمك ليش لأن الأمة لأن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول هذا شيء كالإجماع دقيقة 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 توقف أولا ما معناك لا أولا أولا الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول أنت الآن تعيش بالسعودية أولي أمرك صرح أن الكتب الصحيحة لا بد أن تنقح والآن صار حملة كبيرة أعوذوا بالله منها أعوذوا بالله منها يريدون أن يقوموا بتصحيح البخاري ومسلم فالآن الأمة انقلبت على نبيها وعلى كعبتها وعلى دينها وعلى صحيحها ويريدون تصحيح الصحيح فأنت الآن تتدعي عليّ دقيقة فأنت الآن تثبت قول نبيك بالإجماع فها هو الإجماع الآن بدأ عندك ينضرب وإحنا نحاول شوي شوي نقول لكم لا وبقوا على إجماعكم فمع ذلك أنت الآن غير متأكد أن روايات صحيح المسلم كلها صحيح عن نبيك فأنت الآن تتكلم على نحو الإجماع وأي إجماع يعني محترماتي إلك هذا قول سخيف أنت تتكلم بعد نبيك بثلاثمائة سنة أي هو الإجماع هذا أنا محترماتي لك هو هذا الإجماع الغبي هو شلون عرف هذا الحديث عن النبي أنت متخيل شنو أقول أنا متخيل ترى مهزلة طبعا أنا أجاوبك اتفضل طيب أولا أنت تعرف إشي الظوابط عندنا حتى تقول أن العالم أجمع أو لا أجمع طبعا تعرف الظوابط الجماع عندنا طبعا أنا أقولها لك الظوابطة عرفها ما يحتاج تعلم أنا علمك أو علم ربك أخي كريم بدون كلمات هذه لو سمحتاج أنا أتكلم أنت الآن الدعي أن الإجماع أن الإجماع هو الذي أوصلنا إلى يقين روايات صحيح مسلم هذا الإجماع في زمن نبيك نعم لا في زمن الصحابة لا في زمن التابعين لا في زمن صاحب صحيح مسلم أيضا لا لأن صارت مشاكل بعدين بدأوا يعتمدون رواياته لأن ماكوا كتب ماكوا سنة يعني أكون مثلا يقول من قلة الخيل شده عن شي لابس روج هو أصمك روايات فهؤلاء ليس مشكلة أنا قابل بالذين اعتمدوه طبعا أنا ما أحب ناقش هذا النقاش والعياذ بالله وكأنني أطعم بصحة البخاري ومسلم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله لكن بعد أنت دخلتني بهذا المجال هؤلاء الذين أجمعوا على أن مسلم صحيح هؤلاء الذين أجمعوا أما شافوا بن عباس قال هذا القول لا شافوا قتادة مجاهد عكرمة لا شافوا التابعين اللي بعدهم لا شافوا الصحابة لا يعني أخذوا عن مسلم عن النيسابوري يعني كلهم أجمعوا على النيسابوري أما ما أجمعوا على الحديث هذا فرق تختلف عننا إحنا إحنا سندنا متصل إلى النبي أنتم اللي ما عندكم سند و24 ساعة سوهم بثوث الشيعة ما عندهم سند أنتم ما عندكم سند أنت تضحك على الناس من تكتب حدثنا فلان أخبرنا أيوب وأخبرنا مقاهد أخبرنا فلان فلان عن النبي حضر صلى الله عليه وسلم إنت ثلاثم سنة ما عندك حديث النيسابوري حط لك حديث من يقول أن هذه الحديث صحيحة تقول للإجماع الإجماع متى يجي يجي بعد النيسابوري شلون الإجماع تأكد أن حديث النيسابوري صحيح شلون إجماع إذا ما كو ما كو سند متصل هنا هي هذه النقطة طويب أنت تقول لي كيف الإجماع حصل من عند النيسابوري وش اللي يمنع إن اليسام الأجمال يحصن صبرغ اللي مرحمد الله وش اللي يمنع هذا الشي 잡ل في شاي ويمنع هذا الشي بربك هذا كلام علمي بربك برب عائشة وبرب حافصة هذا كلام علمي وش اللي يمنع يعني إذاً ما عدكم سند متصل ما اختصل ما عدكم طيب تبني هجابت على انكارك على انكارك على السندا متصل لا لا ما عندكم.إنتي الآن تعاوبني وش اللي يمنع يعني ما عندك سند متصل لا لنت تلعب انت الآن لو عندك سند متصل تطلعه ما عندك لا بصحيح بخاري ولا بصحيح مسلم ولا بأي كتاب ما عندك تعرف ليش؟ تقول لي وش اللي يمنع أنا أنكر كلامك ما معنى وش اللي يمنع يعني أنت آمنت برمرويات النيسابوري صاحب صحيح مسلم آمنت على أنها سند متصل أما في دليل ما في دليل أيوة دليل ماكو إلا في دليل تفضل يلا أقول لك الدليل يلا أن هؤلاء أول شوف شوف أكثر من حاجة الدليل أكثر من حاجة الدليل أول شيء أن هؤلاء أناس لم يعهد عليهم كذبا هذا رقم واحد رقم اثنين طب تبعنا أكمل أكمل رقم اثنين أن هؤلاء أناس عاشروا بعضهم كل واحد شاف الثاني حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك آمننا بهذا الحديث لأنهم لأنها صدرت من أناس من أناس لم يعهد عليهم كذبا في حياتهم وأناس آمنوا وأناس يرقع يلا يتخذها منها يلا يرقع وياي تسمعني أنت وياي على الخط طيب يلا الشكلة جوز المادة السمنت وقعت على وجهة خطية أخي الكريم لازم تتعلم تروح يام خلفة تروح يام شخص مت هذا لازم بطريقة تاخذهن وهذا وتلبخ بعدين جيد ما عندك دليل رجعنا للنقطة الأصلية هاتوا عندكو سنة صحيح عن النبي عندكو سنة صحيح مرات أنا أتمر عليه كمشاهد أضحك أقولنا على دينك لك لك أنا ذارد أفتح هذا الموضوع عليكم ألعبيكم لعب والله لك ألعبيكم لعب إذا أفتح لك أنتم معتكم سنة أنتم منعتم الأحاديث ثلاثمائة سنة بس ما شايفي لكم إلسان يصككم سك ويقول لكم كيف تأكدتم أنني سابوري روايات صحيحة كيف كيف أصلا الآن بدأت الأمة تنقلب تحاول أن تنقلب والعياذ بالله والعياذ أخواني أنا اعتذر هذا الكلام الذيني لأنني مع صحة البخاري ومسلم عند السنة أنا مؤمن أن البخاري ومسلم صحيح عند السنة وأعوذ بالله من كل شخص يطعم به وأنا ضد الطعن بهما وأنا ضد تصحيحهما أخاف الشيعة يتجهون إلى تصحيح البخاري ومسلم أنا ضد هذا القول بالعكس لو لا صحيح البخاري ومسلم إحنا أين نروح؟ أين نروح؟ أين نروح؟ أين نروح؟ أين نشتغل مثلا؟ أين نعمتنا هذه؟ هذا رزقنا؟ هذا الكتب اللي طيحت الدين السنة ولعبت بيهم لعب وكشفت نفاق الصحابة أنت ما عندك سند متصل أعب على الشيعة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر